كان ثنائي رائعا رائعا نشوف ثنائيات ظالمة دايما الممثل الثاني المظلوم من ناحية الشهرة من ناحية الدور من ناحية الجماهيرية عبر كل ثنائيات دايما هناك ثنائي اللي هو البطف بالتالي ميش ثنائيات حقيقية لكن السفرية هي شكلية ثنائية لكن ظالمة للدور الثاني كنتشوف أنت رحيم معاه تتبعوا مع بعض أنجح ثنائيات طفل الأدوار الانسبيكتر طهر تجور لبرانتيلي تجور دريار دريار لانسبيكتر طهر دقيوس ومقيوس دقيوس تجور دريار يعني شخصية تسرق الضوء من الشخصية تسرق الضوء فبالتالي مثلا ثنائيات لا يخدرش يكون لبلابيات اسمحني وهي تنقيبة تنائي لازم تجيها لك هذه هي نتكلم في زاوية أخرى مظلمة يعني أنا أعتقد الثنائيات ظلمت كثير من الفنانين ونتمنى أنهم تظلم مثلا من ناحية الممثل مش من ناحية الشخصية نتكلم من ناحية الممثل ومن ناحية الممثل يعني ظلمت كثير من كما ماما سعودة دايما ظلمت كثير من الممثلين ظلمت اسم نكمل خلوه يكمل خلوه يكمل خلوه يكمل تفضل عطوني تخيق على محمد على لما تقطعوه ما مش تخيق على خمس ثواني خمس ثواني ما أليس تخيق على حنا وقتكمل تكمل ثنائيات جيدة والجمهور يحبها بالمناسبة الثنائيات انقرضت إلى حد ما كبير في المشرق وفي العالم العرب ما زالها منحصرة عدنا في الجزائر ما زالها موجودة في الجزائر الجمهور يحبها بالمغلب العربي أيضا بالفترة الأخيرة أما الثنائيات دائما تظلم ممثل على حساب ممثل ما تعطلوش حقه في كل شيء فبالتالي نشوفه ممثلين ظلموا بسبب الثنائيات نتمنى مثلا ناسم حدوش ونبي العسلي ملعبه تنائيات أن لا يظلم ناسم حدوش في مصاره بسبب أنه دائما تنائي مع نبي العسلي أنا منش ندري في الناميمة بالصح هذه هي الحقيقة أنه صالح عدل الإمام ظلم سيد صالح ظلمه ظلم كبير لأنه دائما كان الثنائي التعو في المسرح في كذا كان موثلين انتبهوا لهذا الشيء رفضوا أنهم يكونوا ثنائيات مع عدل الإمام لأنهم خافوا أنه يغطف منهم أضواء ودائما يحطهم من بينهم أحمد زكي اللي لعبوا مع مصرحية مازالتش عاود أرجاع معه